إن روح الدولة هنا وإن مشعل الدولة هنا فلا تطفئوه لا تغلو علينا الأكسجين روح الدولة ومشعلها حضرموت فلا تطفئوها هكذا صرح المحافظ مبخوت بن ماضي في السادسي أون أمام أكثر من خمسين ألف متفرج في نهائي بطولة كأس حضرموت السابعة لكرة القدم رسائل عديدة وجه محافظ حضرموت إلى أبناء المحافظة أبرزها نبدو الفرقة والتجاذبات السياسية والوقوف صفا واحدا خلف الدولة والسلطة المحلية تصريحات بن ماضي تزامنت أيضا مع تصريحات أخرى لنائب رئيس الجمهورية الأسبق خالد بحاح في لقاء جمعه مع القيادة المحلية والأمنية في مدينة سيئون دعا الرجل جميع القوى إلى مساندة ودعم السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الأولى والثانية وأجهزة الأمن للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية بعد أن سيطرت الميليشيا على العديد من محافظات البلاد حراك سياسي كبير تشهده مدن وادي وساحل حضرموت الرافضة لجميع المشاريع الخارجية الهادفة إلى جر المحافظة إلى أتون الفوضى والصراع ودعوات متواصلة إلى الوقوف مع الدولة ومؤسساتها ولعل آخرها دعوة مؤتمر حضرموت الجامع إلى تضافر الجهود مع السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار يسطر أبناء الأحقاف اليوم موقفا مشرفا آخر يكتبون صفحاته في تاريخ اليمن الحديث بموقفهم الثابت مع الدولة ومؤسساتها ورضهم القاطع للميليشيا والمشاريع المناطقية وكما احتفلوا بالأمس بمرور خمسة قرون للمقاومة الشعبية ضد الغزو البرتغالي سيحتفل أبناء حضرموت خاصة واليمن عامة عما قريب بطرد المحتل والقاز الجديد للبلاد اشتركوا في القناة